مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 15 إذن سننتقل إلى الحصة الثالثة أتذربه ثالثا أتتبع شريط الإنشاء وأرسمه على ورقة مستقلة متوازي الأضلاع A, B, C, D فقدين تبع الخطوات باش نحصلوا إلى متوازي الأضلاع A, B, C, D كما عندنا في الخطوة الرابعة إذن أول حاجة غادي نشأه كما عندنا في الخطوة اللولة A, B قياسه خمسة سنتيمتر إذن A, B خمسة سنتيمتر لاحظوا غادي ناخد ورقة بيضاء A, B خمسة سنتيمتر كما كا ثم عدي ثلاثة سنتيمتر عدي ثلاثة سنتيمتر كما كا عدي ثلاثة سنتيمتر خمسة سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر خمسة سنتيمتر ثم الخطوة الثانية لاحظوا غادي ناخد المزواة وناخد كذلك المستعر المزواج وناخد المسطرة كما عندنا في هذه المرحلة قبل الخطوة الثانية كماك ثم بعد ذلك نحدد تعامد لاحظوا بالطريقة هذه يجي عامد هنا ثم عامد هنا كماك هذا ذلك لنشؤها الضلع هذا ثم غدين ديروا فيه خمسة سنتيمتر خمسة سنتيمتر أيضا الطريقة ثم الخطوة الثالثة لاحظوا غدين نشؤه ثلاثة سنتيمتر كماك بحيث كيخصي جينا كماك هنا يا المزواج فكيجينا تعامد كما عندنا هنا في المزواج لاحظوا فكنا نحصله على الشكل اللي هو في الخطوة الرابعة A B C D A B C D عبارة عن متوازي أطلع كله ضي العين فيه متقابلين ومتقايسين هذا خمسة سنتيمتر كذلك يجي خمسة سنتيمتر وهذا يجي ثلاثة سنتيمتر نمرو إلى التمرين هذو غادي نتبعوا نفس الخطوات باش نرسموه متوازي أطلع كنا نرسمناه في اللول بالمزطرة والمزواج هذ المرة غادي نرسموه باستعمال البركار هنا نديرو خمسة سنتيمتر خمسة سنتيمتر ثم ثلاثة سنتيمتر نشئوا نفس متوازي الأطلع دي القبيلة لأنه نحن ما أعطوناش القياسات هنحن نديرو خمسة سنتيمتر هنحن نديرو هنيا دي سي دي سي ونيا آ لأن كيفاش هذي الرسموه باستعمال البركار فلاحظوا تبعوا معي الخطوات هذي ناخدوا هذي المسافة هذي كما عندناه في الخطوة الثانية بعدما ناخدوا هذي المسافة غادي نجيو انطلاقا من النقطة A انطلاقا من النقطة A تبعوا معي مزين نديرو واحد القوس ثم الخطوة الأخرى الخطوة الأخرى غادي ناخدوا هذي المسافة هذي ونرسموه هذي القوس هذا في المثلقة والقوسين هو الرأس الرابع دي المتوازي أضلع فهما هنا في الكتاب سبقوا هذي الخطوة هذي يعني اخداوا هذي المسافة هذي ورسموه هذي القوس ثم عاو تاني اخداوا هذي المسافة هذي ورسموه القوس تاني فكنا نحصل على هذي النقطة هذي اللي هي ببي تلاقي دي القوسين يعني ببي ثم غادي ناخدوا المسطرة ونصل كل نقطة بالأخرى بعد ذلك غادي ننصل هذي النقطة هذي بهذه اللي حدها فكنا نحصل على متوازي أضلع A B C D كله ضلعيني متقابلين فيه متقايسين ومتوازية لأن هذا هو متوازي الأضلع A B C D اللي عندنا في التمرين رقم أربعة الحصة الرابعة وقوي متعلوماتي أملأ الجدول برقم الشكل المناسب المستطيلات المربعات المعينات متوازيات الأضلع لأننا نبدأ بالمستطيلات نحدد المستطيلات قلنا المستطيل هو متوازي أضلع زواياه الأربعة قائمة والقطران متقايسة فالشكل 6 هو مستطيل عبارة عن مستطيل لاحظوا عنده الطول والعرض القطران كما قلت القطران متقايسة نرسمناهم الزوايا الأربعة قائمة وعنده الطول مع العرض المربعات المربع هو اللي عنده الأضلع كلها متقايسة والزوايا قائمة لأن في الشكل 7 عبارة عن مربع المعينات إذن عندنا هنا هذا الشكل هذا أربعة قطران متعامدان يجبون متعامدين قطران متعامدان هذا القطر هذا مع هذا القطر القطران كما كان لحظوا فالقطران متعامدان إذن باش نجدوا نتأكدوا سنأخذوا الميزوات نلاحظوا قطران متعامدان والأضلع متقايسة إذن عندنا أربعة عبارة عن معين ثم متوازية الأضلع إذن في هذا الشكل 5 1 1 3 4 ولكن فهو ليس متوازي أضلع وليس معين ولا مستطيل ولا مربع بقنا الشكل ثلاثة فلاحظوا كل ضلعين متقابلين متقايسين ومتوازيين أما القطران فغير متعامدان نرسمنا القطران ما غادش يجيوا متعامدين لاحظوا ما غادش يخرجونا متعامدين هذا ليس بمعين فبالتالي فهو عبارة عن متوازي أضلع إذن ثلاثة وعندنا الشكل واحد كذلك لاحظوا القطران نرسمنا هذا القطر ورسمنا هذا القطر فالقطران غير متعامدان إذن فهو عبارة عن متوازي أضلع أيضا الشكل الأول والتالي متوازيات من متوازيات الأضلع المعين أربعة المربع سبعة المربع سبعة والمستطيل رقم ستة ومسا للإكزير سي 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 جو كمبلة لكون ستركسيون دي فيجور جيومتريك سويفان سنكملو رسم الأشكال الهندسية التالية مربع لدينا الشكل الأول فأول حاجة سنأخذ المستهر شوفوا القيس دي الضلع ديالو القيس الدلع لاحظوا ثلاثة سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر ثم غدي نأخذوا الميزوات باش نحددوا التعامد لأن الزوايا دي المربع متعامدة أو لقائمة بعدما حددنا التعامد غدي نديروا ثلاثة سنتيمتر في كل دلع ثلاثة سنتيمتر نحددوا ثلاثة سنتيمتر حددنا التعامد حددنا الزوايا القائمة ثم بعد ذلك يمكننا نستعملوا البيركار بعدما رسمنا ضي العين إذن ثلاثة سنتيمتر غدي نأخذوا البيركار انطلاقا من هاد الرأس هادا غدي نرسموا واحد القوس ثم غدي نجيو هاد الرأس هادا رسموا قوس آخر بعد ذلك در سمو هاد الظلع هذا ثم هاد الظله نحصل على مربع نضعهم متقايسة والزاوية كلها قائمة مستطيل مستطيل عنده الطول والعرض إذا نعطونا الطول غدي نرسمه العرض لكن قبل ذلك يجب أن نحددوا التعامد للزاوية القائمة بعدما حددنا الزاوية القائمة هاد الرسموا مثلا هاد الظلع هذا الطول يلو إثناني سنتيمتر إثناني سنتيمتر تل هنا رسمنا ضي العين غدي نأخذوا البيركار مرة أخرى نأخذوا القياس هاد الظلع هذا هاد الظلع ونجيب لهاد النقطة هادي لهذا الرأس ونرسموا واحد القوس ثم هاد الظلع هذا ونرسمه قوس آخر بعد ذلك ننشأه هاد الظلع ننشأه هاد الظلع كله ضلعين متقابلين ومتقيسين والزاوية الأربع قائمة المعين المعين قلنا مضلعه متقيسة والزاوية غير قائمة إذن هاد الظلع هذا ثلاثة سنتيمتر وننشأه الظلع آخر طول نديره ثلاثة سنتيمتر ما عاش نديره الزاوية قائمة لأن المعين كما قلنا ثلاثة سنتيمتر قل شوية ثلاثة أقل لجو سنتيمتر ثلاثة أقل لجو سنتيمتر يجي هنا بعد ما رسمنا الظلع الثاني غادي ناخده البركار مرة أخرى ناخده القياس دي لها الظلع هذا ثم نجي هنا نسموه واحد القوس ثم غادي نجيب النقطة ورسمه قوس آخر في المتلى قو فكن نشأه الرأس الرابع فكن نشأه ضي العيني الآخرين فكن نحصل على معين مضلعه متقايسة إضافة إلى أن القطران قد يجي متعامدان لرسمنا القطران قد يجي متعامدان ولكن غير متقايسا فنتأكدوا من أن القطران متعامدا نلاحظوا فالقطران متعامدان ولكن غير متقايسا وبهذا ننهي تمرين صفحة 15 نلتقي في الصفحة 16 كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الرابع والتي ظاهرة أمامكم في البلايليست وبنرجع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف إلى اللقاء